مساء الخير ما فيش أم في الدنيا ما بتتمناش إن هي تشوف ابنها عريس وتفرح بيه ومفرحه خصوصاً لو كان ابنها البكري وأول فرحتها زي ما بيقولوا لو ركزتوا على ملامح أي أم في يوم فرح ابنها وهي بتثقف كده وتزغرت وتعيد بتعمل كل حاجة في وقت واحد بتحسوا إن هي طيرة تبقى طيرة في السماء بجد بس مادام زينب بطل القصة حقيقة النهاردة لما ابنها الكبير جي فتحها في موضوع جوازه وقال لها إنه أخيراً لقى بنت الحلال قالت له يارتني كنت موت قبل ما شوف اليوم ده جملة غريبة أو يفعل مش منطقي إن أي أم تقولها طب إيه اللي يخليها تقول كده دعالوا نسمع حكاية مادام زينب ونشوف بعدها تقول لنا إيه أنا الحاجة زينب وعندي خمسين سنة اتجوزت وأنا صغير كان عندي اتنين وعشرين سنة وبعد الجواز بعشر سنين مات جوزي الله يرحمه سبلي ولد وبنتين عبد الرحمن وسلمة وياسمين كنت لسه صغيرة وقتها وعلي العين وناس كتير اتقدمتلي رغم إن معايا تلات عيال وشلتي تقيلة زي ما بيقولوا كانوا بيتقدمولي اكملني حلوة بس أنا قلت من بعد حسين جوزي الله يرحمه مش ممكن مش ممكن راجل تاني يلمسني مش هجيب لعيالي جوز أم الله أعلم هيعملهم إزاي مع إن كل اللي تقدمولي كانوا بيحلفوا بقيم كل أيمانات المسلمين إنهم هيعملوا عيالي أحسن معاملة كأنهم عيالهم بالزبط بس أنا برضو قلت لأ شئيت على عيالي كنت بشتغل أكتر من شغلانة خياطة وبيعة وسمصارة دخلت جمعيات وكنت بحط القرش على القرش لحد ما الحمد لله ربتهم بالحلال ومحدش فيهم كان بيطلب حاجة إلا وبجبها له محدش من عيالي اتحرم من حاجة واتربوا إن تكون عنهم مليانة الحمد لله لحد ما الثلاثة اتخرجوا من كليات وبقى معاهم مؤهل عالي ابني كبير خرج صيدلة والوسطنية خرجة أداب والصغيرة في آخر سنة في كلية تربية الله عليك الله عليك يا حاجة زينب ست مصرية أصيلة فضل التعافر تنحت في الصخر لحد ما وصلت ولدها لبار الأمان وما مدتش إيدها لحد لحد هنا والحكاية مشي حلوة هون كلنا بقى عايزين نسقفلك بس تعالوا نعرف إلا حصل إلا حصل وخلاها مش عايزة تفرح بابنها لازم نكمل رسالتها لآخر عشان نعرف تعالوا نكمل قبل ما أحكي لكم على المشكلة اللي بيني وبين ابني الدكتور عبد الرحمن عايزة أقول إنه إنسان ما فيش زيه طول عمره بتاع ربنا منه وهو لسه صغير كان ما يصليش غير في الجامعة الفرد بفرده جامعة حتى صلاة الفجر لما كان لسه صغير والدنيا ظلمة وكان بيخرج من البيت لوحده ويروح يصلي ويرجع تاني من غير ما يهمه ظلمة ولا برد كان طالع لأبوه الله يرحمه كنت بابكي يا سلي بالدموع وأنا بشوف فيه تصرفات بتفكرني بأبوه وأقول يا سبحان الله اللي خلف ما ماتش صحيح ربنا خد مني جوزي حبيبي بس عوضني عوضني بابن هيكمل نفس مشواره بنفس الأخلاق والتدين ده غير إنه من صغره وهو طوع لي وراجل يعتمد عليه في كل التصرفات لدرجة إني كنت بحسه أكبر من سنه بكتير كان يخلص مدرسته ويرجع جاري يوقف معي يساعدني في الشو وربا معي أخواته البنتين وكان بالنسبة ليهم أبوهم وأخوهم الكبير كان بيساعد في تنظيف الشقة وشغل البيت كان حرك وشاطر وبيشتغل ويحوش وشايل نفسه بنفسه من غير ما يقول أنا عايز وفوق ده كله يا سالي كان باسم الله ما شاء الله شاطر ونبيه كل مدرسين وبيحبوه وفي منهم مدرسين الله يبرك لهم كانوا بيدوه دروس خصوصية بالمجان من غير ما بقي زميله يعرفه كان دايما من الأوائل لحد ما جاب مجموعة كبير في السنوية العامة ودخل صيد الله لكن عمري ما كنت توقع إن إنسان طيب ومحترم وبتاع ربنا يفاجئني بيومة للأيام بإنه عايز يرتبط ببنت استغفر الله العظيم كانت ماشية ومشي بطال طب يعني إيه ماشي بطال يا معبد الرحمن وابنك عارفها منين طب هو عارف إن هي كده دعالوا نكمل البنت اللي بكلمكم عنها كانت سمعتها مش كويسة في المنطقة وأنا معايا بنتين زيها يعني مستحيل أظلم بنات الناس أو أخوض في سيرتهم بالباطل اتعرفت على ابني في الصيدلية اللي شغال فيها كانت أمها تعبانة ومحتاجة حد يطلع لها البيت عشان يديها لحقنا ويقس لها السكر والضغط من هنا حصل التعرف كل ده من غير ما يكون عندي علم لإني أكيد مش هرأي بابني وأسأله كل يوم أنت النهار ده عملت إيه روحت المين لحد ما في يوم لقيته بيقولني شكلك هتفرحي بيا قريب يا معبد الرحمن قلبي ساعتها كان هيقف من الفرح ولقيت دموعي بتنزل مني من غير مقدرة أتحكم فيها قلت له بجد مين بنت الحلال دي اللي أمها دعيالها قال لي فلانا قلت له فلانا مين قال لي فلانا فلانا الفلانية بنت كذا وكذا لحد ما تأكدته هو بيتكلم على مين ساعتها حسيت أن الدنيا بتسود في عيني والأرض بتلف بيا وقلت له مش لقي غير دي دي سمعتها على كل لسان أنت تجننت ولا هي سحرت لك ولا إيه إيه اللي حصل بالزبط وفطلت أبكي واسرخ وقول لي ياريتني موت ياريتني موت قبل ما شوف اليوم ده ده أسود يوم في عمري لما أخواته البنات اتلموا على صويتي هم كمان اتخدوا وقالوا له مستحيل معقول أخونا المحترم اللي مليون بنت تتمنى يوعوقع زي دي أنت يا عبد الرحمن اللي بتفكر تتجوز واحدة زي دي ساعتها كانت أول مرة أشوف فيها ابني بالحالة دي قاموا تجنن وضرب إخواته وقال لهم اخرصوا اللي أنتوا بتتكلموا عنها دي هتبقى مرات أخوكم أنتوا فاهمين وساب البيت وخرج بدأت أخد ابني بالهداوة عشان أفهم منه القصة وعرفت أنه على علاقة بالبنت دي من فترة كان بيتابع حالة أمها المريضة كل يوم مع الوقت عرف قصتها عرف عنها كل حاجة بالتفصيل وعرف أن الظروف هي اللي حكمت عليها تكون كده وشغل الكتب والروايات والأفلام لأبيض واسود نقحوا عليه وقال فيها إيه فيها إيه لما ندي إنسانة زي دي فرصة تكون إنسانة صلحة وناخد بأيديها لو كلنا حكمناها وبدلنا نحاسبها على ماضيها عمرها عمرها ما تفتح صفحة جديدة وغتفضل طول عمرها كده لكن لو حد واحد بس كان شجاع وخد خطوة إنه يمد ليها إيده مش بس هياخد ثوابها لكن هياخد ثواب أمها المريضة وسواب الأطفال اللي هيجوا من البنت دي وهيبقوا أطفال صالحين بدل ما نفضل نحاسبها ونلعنها على ماضيها وتفضل وحشة وعيالها يبقوا مش كويسين كان كل مرة ابني بيحاول فيها إنه هو يقنعني بحس إن قلبي هيوقف من القهرة وضغطي وسكري كانوا بيعلو ما فيش أي كلام أقوله ينفع معاه كنت أقوله يا ابني العرق ده الساس مش دي لتستهل تشيل اسمك يقولي ربنا غفور رحيم وبيغفر الزنب واللي يساعد إنسان على الخير ربنا هيوقف جنبه ويجازي ويجازي أضعف مضعف أقوله يا ابني كلام الناس يقولي يولع كلام الناس الناس كده كده عمرها ما بطلت كلام هي دي حياتي مش حياته أقوله يا ابني كلامك ده ينفع في الأفلام والكتب لكن الواقع حاجة تانية لو عايز تساعد وحدة زي دي ساعدها بإرشين ساعدها بنصيحة وكلمة طيبة لكن مش نتجوزها يقولي الإنسانة اللي مش عكبك دي معايا تحولت لوحدة تانية بيب بتصلي وتعرف ربنا وكل حاجة فيها تغيرت قلت له صارحني يا ابني أنا أمك في حاجة حصلت بينك وبينها قالي إيه اللي بتقولي ده وسبني ومشي جبت آخري رحت للبنت دي يا واما وهددتهم قلت لهم أنا ابني ده شئيت عليه بعمري كله حرمت نفسي من كل حاجة حلوة عشان ربيه هو واخواته ربتهم أحسن تربية والجوازة دي لا يمكن تتمي أنا مستعدة أقتل أو أتقتل بس أحافظ على ابني ومش هقبل أموت بقاهرتي أنتوا فاهمين؟ والغريب أن البنت وأمها مغلطوش فيه ولا ردوا على كلامي بأي تعليق كان كل كلامهم أنهم مش يقدروا يغلطوا فيه وخدي واجبك وقولي اللي أنت يا عايزاه وليك كل الاحترام لما ابني عارف وجيعة ابني قلتولي أنت رس شفت حاجة أنا فعلا هقتلهم ولو الجوازة دي تمت أنت لها تكون ابني ولا عرفك قال لي بقى أنت يا أمي اللي اخترتي أنا هفضل طول عمري ابنك وخدامك وأي حاجة تؤمري بياها هعملها إلا الموضوع ده وساب البيت بقى له فترة أنا حاسة أني هموت يا سالي حاسة أني ابني تسرق مني وتنصب عليه على قلبه وتنصب عليه في مشاعره ومش عارفة أحمي حاسة أن شاء عمري وتعبي وتربيتي راحو هضر قلولي أعمل إيه رسالة صعبة قوي 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 حد هنا وخلصت رسالة الحاجة زينة برسالة صعبة بتخلينا كورينا نشوف نفسنا على الحقيقة بتبين الفرق بين الكلام النظري اللي دايما بنقوله في الكتب والأفلام والنهايات السعيدة والحاجات المثالية اللي بنعيش فيها بين تصرفات البشر على أرض الواقع زي ما الست زينب قالت لابنها من دركة أني فعلا نحاسة أني محتور أنا كمان جوايا نصين عكس بعض يعني نص مع الست زينب لو أنا حطيت نفسي مكانها كأم أو أخت لدكتور عبد الرحمن ونص تاني مع عبد الرحمن اللي بيفكر بطريقة برضو عكس المجتمع عكس الطريقة اللي حم نفكر فيها يعني بنفكر بيها وبنفكر فيها وبنفكر قدامها يبقى عمل إزاي ونظرته للناس اللي هماضي صعب حتى لو اتغيروا وتابوا طب هو إحنا مش بنفرح بتوبة الناس اللي بتبقى وحشة أو عصية أو مجرمة بنحاول نساعدهم على قد ما نقدر نهما يبقوا فتحوا صفحة جديدة وندمجهم في المجتمع ويبقوا وسطينا بس ممكن نتجوزهم ممكن نقبلهم مع نفعلتنا أسئلة كتير قوي في حكايتك يا ست زينب مش عارف أجواب عليها لوحدي محتاجين نفكر كتير قوي محتاجي لأهل الدين محتاجي لأهل الصحة النفسية عشان يساعدوني استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن الصفحات الجديدة اللي بنفتحها في حياتنا بعد ما تكون لنا صفحات قديمة فيها ماضي غير مشرف فيترى الصفحة الجديدة دي هتغير اللي فات طب هتخلينا فعلا ناخد فرصة جديدة ولا ساعات الماضي بيفضل ما لازمنا مستحي النهرب منه مهن ما تبنى أو تغيرنا وده اللي حصل في قصة دكتور عبد الرحمن الشابة السيدة لي مؤدب المحترم اللي بيصلي فروضه في الجامعة كبير أخواته البنات اللي طول عمره متدين متفوق شايل مسؤولية مامته ووقف مع مامته واخواته في كل حاجة رومانسيته وطريقة تفكيره المثالية خليته يقع في حب بنت أهل المنطقة عارفين إنها مش كويسة حسب ما بعثت والدته قالت في رسالتها لما أصر إن هو يتجوزها والدته هددته بقيت له أنا هتبرى منك وإنها ممكن تقتل ببنت دي طب يا ممكن تعمل كده طبعا نوصل لإيه طب مين اللي عنده حق عشان كده مننورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية زيك يا دكتور زيك يا سادي أخبارك إيه؟ الحمد لله إيه رأيك يا دكتور في قصة النهارده بحجزينة من عملناها إيه؟ طبعا طبعا هي زي علانة طبعا على ابنها طبعا هي بتحكي في القصة طبعا هي ربته بعد وفدت والده وتعبت وشائت وعملت حاجات كتير جدا وهو تخرج بقى دكتور صيدلي ولما اكتشفت إن هو بيحب اكتشفت إن هو بيحب بنت سلوكها أو معروف عنها في المنطقة نسلوكها يعني غير معتدل يعني أو فيه أحداث قبل كده يعني تفتكر هكون وصلت لإيه مهما كان سلوكها يعني من القصة دي نستنتج إيه يعني بنت دي جريمتها إيه؟ هي مش قصة هي مش مش قصة جريمة يعني هي ممكن تكون البنت ارتكبت أخطاء زي إيه؟ لو نقول ماضي غير مشرف وانت عارف المنطقة كلها مشاركة يعني مثلا ممكن يكون كليها علاقات مع ناس في المنطقة علاقات توصل بقى لإيه؟ مكالمات؟ مموك خروجات هو هيعدي إيه؟ يعني دكتور صيدالي يعدي إيه؟ ومامته مكبرة الموضوع هو شايف إن الموضوع إيه؟ هو حسابها هو أولا بس عايزين نشوف الدخلة هو إيه اللي حصل نور طباب بيها كده لما قرينا القصة وعملنا لها تحليل نفسي هو عبد الرحمن طلع عمره شاب ملتزم في حاله واضح جدا إن هو مالوش تجارب آه أنت عايز تقول إن إيه اللي تخبره؟ آه طبعا مالوش تجارب عاطفية ما توقعتش أن ده يكون رأيك؟ لا هو طبعا مالوش تجارب عاطفية خالص واحد كان من الكلام اللي بتقوله مامته من البيت للجامع للجامعة الولد الكبير اللي كان متحمل مسؤولية ما كانش فيه بنات في حياته ما عندوش وقت إن هو يتعرفها لحده ويضيع وقته وشباب بقى في الجامعة فكان عنده مشاعر كبيرة جدا وكان عنده فراغ عاطفي وكان عنده جوع عاطفي فلما حصل إن البنت دي تعرفت عليه من خلال السيدالة اللي هو شغال فيها وأنه هو راح حشان يتابع حالة ما موتها لما كانت مريضة فلما البنت بتدت تدي له بعض المشاعر والأحاسيس اللي هو عمره ما حسها في حياته ولا شافها أصلا فبتدى يحبها وابتدى ينجذب ليها هو لما دخل ارتبب بيها هو عارف ده طبعا لأنه ابن المنطقة اللي هي متربية فيها بس هو لما بتدى يتكلم مع البنت أكيد البنت بتدت تتكلم إن هي بتدت كانت بتعمل ده تحت ضغ تحت ظرف حكيت له على حاجات كتير جدا بدليل إنه هو لما بيرد على مامته بيقول لها إيه يعني هي تابت وأنا هساعدها إن هي تكمل تبتها في حد بيعمل كده هو عبر حمان مثالي يعني هو مش قلة خبرة إنه هو متعملش مع بنات وهي مثلا لو أنا هقول لك رأي تاني من المجتمع عرفتوا أعوذوا ما بيقولوا ما هو قلة الخبرة يعني هو مثالي واللي قليل خبرة ما أنا هقول ما هو الاتنين مشين مع بعض يعني هو شخص مثالي يعني إيه مثالي بس المثالي ما يقعش في غلطات زي دي لأ هو شخص مثالي يعني محترم زيادة عن اللزوم محترم يغلط كده شخص عمره محب عمره مرتبط عمره ما سمع مشاعر من أي بنت موجودة في حياته كان شايف إنه هو يرتبط ببنت دي حاجة غلط حاجة عيب حاجة حراب فجأت الظروف فجأت الظروف بقى إنه هو ابتدى يحصل فيه تقارب بينه وما بين البنت دي بسبب إن مامتها كانت تعبانة فهو كان بيروح البيت يتطمن على صحة مامتها أو مثلا يشوف إيه الحاجات المطلوبة منها طبية فابتدى يحصل بينهم كلام فبالنسبة لعبد الرحمن ده أول مشاعر يحسها أول مشاعر أول كلمة حلوة يسمحها أول كلمة كلمة عطفية وحشتيني بحبك أو شكرا ومناش حد غير تبدأ تحتم إديته اهتمام إديته اهتمام إديته سؤال عملت إيه روحت فين إيه أخبارك طميمني عليك خليك لينا لو فاضي تعلدي ماما الحقن فالكلام ده كله بيجر آه مالت الحتة اللي كانت فاضية في مشاعره فابتدى ينجذب ليها فابتدى يحبها تمام هي الناحية التانية هي عندها خبرة عاطفية عنه فعرفت هو محتاج إيه فابتدى تديله ده محتاج اهتمام إديته اهتمام محتاج رومانسية خد رومانسية هي بتحبوه هي أكيد طبعا هو بالنسبة لها أو لو هو فريسة لا هو بالنسبة لها فرصة أكيد طبعا بتحبوه ليه ما تحبوش ما هو ما هو ما لو واحدة هي لها علاقات كتير أو بتكلم مع رجالة كتير هيعجبها الرجل المثالي قليل خبرة ما هو بالنسبة لها هيبقى عوض ما هو ما هو حياتها كانت متل أخبطة عوض ولا هو ده اللي هيقبل بيه لا مش كثت برضو هو ده مش يخبله من اللي أنا كنت بعمله أو هي أقنعته أني أنا من وجهة نظري بقى أنه عبد الرحمن يصدقها كده ويقتنع أني أني أنا سعيدها أني هتكمل التوبة فاهمته أني كانت بتعمل ده تحت ظروف وضغوط معينة ايه بقى ممكن ما يكونش فيه أب في حياتها فايه فبتبدأ بتنفس بده بره يعني إيه أني تبدأ تتعرف على حد تتعرف على حد على أساس أن أنا بحكي معك بفضفض معك فالتاني يبدأ ياخدها أو يخليها تحبه فيبدأ يستغل نقطة الضعف اللي عندها فيبدأ يوجه ده اللي هو عايزه أم عبد الرحمن هنا بسط بقى إيه إنه طلما فيه المستوى ده يبقى خلي بالك بقى هو المستوى العلمي مش متناسك آ fossil المستوى البيئي مش متناسك المستوى الاجتماعي مش متناسك طب لما.. هوا درب إخويته رد الفعل ده كان كويس إنه هو يعني هوا مش كويس هو حبها لا أنا قصدي رد الفعل لما هيعمل كده هيخليهم يحبوها لأ مش يحبوها طب لما يضربهم ما استفد إيه ما هو واضح بقى إيه أنه لما هوا فجئهم موفق ولا غير موفق هو بيعمل ايه هو مش حاسس هو في غيبه اه انا بقى عايز اسمع الكلام ده هو انت بتعمل ايه هو دلوقتي مغير خطواته ايه بقى هو خطواته دلوقتي ان هو شايفها حاجة مهمة جدا اه واضح ان هي بقى ما بقاش مستحمل اه واضح بقى لما حصل المشاكلة بينه وبن اخواته واضح ان حد من اخواته قال عليها كلمة قال له انت ازاي مثلا تاخد اللي كانت بتعمل كذا فالتاني بقى طبعا خدها ان دي دلوقتي هتبقى مرات اخوكو فما ينفعش ان انت تتكلموا عليها بالطريقة دي طب لما رحت يعني الحاجة زينة براحت لبنته ومويته وقيت لهم يعني راحة بالبلد دي كت هزقهم في بيتهم انت بتقول هم ازاي سكتون هم بص اقول لك حاجة وتهديد وهقتلك هم مش هيتكلموا ليه بقى هم نصحين هم نصحين طبعا ولهم اولاد اصول لا فيه جزء من النصحة برضه ان هي عشان يكسبوا بنت عند عبد الرحمن وفي نفس الوقت هم ضمنين عبد الرحمن جدا الناحية التاني ليه بقى طبعا لو ضمنها هديها كلمتين يجاتها زينا في بيتنا لا هم ضمنين ان عبد الرحمن معاهم وان عبد الرحمن متمسك بالبنت انه واضح على فكرة ان عبد الرحمن قال الموضوع لامامته متأخر يعني هو بيقول لها انا هدخل على الفرح انا بعزمك على الفرح مع الناس يعني واضح انه هو في قصة الحب دي بقى له فترة اه غرقان لشوك اه بدليل ان هو ابتدى يشوف ان البنت عادي المشكلة لما يكون لها ماضي وانا متقبله ودخل في قصة ان انا ممكن يعني ان هي اسعادها ان هي التوب فاهمة قصدي يعني هو عمل قصد كان هو عمل عمل لفته وحساباته وريسيرتش بتاعه ودور وقرر اه خلاص يعني بيبلغ مامته هو جاي بيبلغ مامته في الخير يعني بجامعة الازهر سلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام اخبار حضرتك اخبار حضرتك ايه احنا بنضيق لك على الجواز اولا الله يخليك ويسعيدك تسلام لي يا رب ويدعي لنا كتير يا شيخنا على راسي وحضرتك طيب انا عايز اقالك بقى ايه رأي المجتمع في اللي بيحصل ورأي الدين في اللي بيحصل انا عايز اسمع منك الاتنين انا اسمعت من دكتور محمد هاني رأي المجتمع انا عايز اعرف الدين رأيه ايه في الكلام اللي بيتقال ده مش هو دايما بنقول فاسفر بذات الدين طبعا وبعد كد نرجع نقول في نفس الوقت انه اللي هيتوب من الزم بقى كأن لا زم بلاه امشي بقى اعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من اللي نبي بعدها ثم اما بعد في الحقيقة هذه المشكلة من اعقد المواضيع الموجودة في المجتمع اعم فكل الانسان بيدعي الفضيلة والمشكلة عندنا ان احنا بنأخذ بالكلام يعني الانسان بيقى في مجمله وفي ميزانه ما هو الا سمعة وصيرة وعلى هذا الاساس فباللاقي ان المجتمع ساعات بيكون مغلوف مع نفسه بالاحكام على الناس بسبب الكلام السيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت للقيلة والقال اه طبعا فاحنا لابد ان احنا حينما نأخذ الحكم معين في مثل هذه القضية لابد ان نتفحص الموضوع وندقف هل الكلام هو عبارة عن مثلا قصص حب او الكلام عبارة عن مواقعات زنا يعني الموضوع يختلف فاذا كان قصص حب فمن من يعلم يتعرض لهذا الموقف يعني ما يصحش ابدا ان احنا نكون جلادين في مثل هذه الامور يعني كثير من الناس بيحرموا مثلا الحب وهم اول ناس بيحبهم فلابد ان احنا نكون واقعيين في مثل هذا الامر لان الدفت ما قد ان الواحد يتكلم بشيء وينهى عن شيء وهو اساسا وقع فيه اما لو كان الكلام على مواقعاتنا فهذه من الامور الموشينة شرعا وفي القرآن الكريم الزاني لا ينكر إلا زانياسا او مشركة وقالنا ذلك على المؤمنين وبالتالي القرآن واضح في مثل هذه الامور لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لانتوفكم فاذا الانسان مطالب هو ينتقي الزوجة الصالحة وفي حديث النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولديمها فظفر بذات الدين تغبت يديك وبالتالي على الانسان ان هو يقيم لكن القصة دي فيها شيء من المصدقية بمعنى ايه احنا عندنا مبدأ في الشغل يقول من غشنا فليس منها فلو كانت الانسانة بتلعب او هي لعوب بتلعب على انسان معين في مشاعر او عواطفه من اجل ان ترسطر على موقف معين لها في حياتها مشين فهذا غش اما اذا امبرت من نفسها واوضحت ما عندها بدون خجل وواجهة قلت له على كل حاجة يا مولانا وقلت له انا التائبة وبدأت تصلي ايوة هنا هنا الخض اذا اعترفت بكل شيء ايوة وتفصيلا واعلنت انها تريد ان تلقى انسانا طاهرا يتق الله فيها ويوجهها الى الطريف المستقيم ممكن يكون العوض من ربنا يا مولانا نعم لماذا لا يتاجر هذا الانسان مع الله فيها حضرتك احنا عندنا مثلا في التراث الديني السيدة ربع العدوية وهي سيدة التائبين والعابدين والزاهدين في التصوف الاسلامي ماذا كان حالوها قبل التومة وقبل ان يكون لها هذا السيد في التدين يعني يا مولانا انا هسألك بسؤال اللي هو زي ان بقوله بالبلد على بساطة نعم مين اللي هو يعني مش اسألك لو انت مكان الحج زينب وابنك قال او بنتك لانه واضح من كلامك بس مين دلوقتي منطقه او حجاته اقوى حج زينب ولا الدكتور عبد الرحمن لا هو الحج زينب رأت الموضوع بعقلها اما الدكتور فهو رأى الموضوع بقلبي ومين كيفته تربح يا مولانا طبعا هو الانسان اذا كان واضحا مع نفسه يعني هو الامر فيه شيء من الوضوح لانها هي اعترفت بنفسها فهو اكثر الناس تحديدا لان ممكن واحد لو لم يصد التجربة لو منع عامها باي مانع وصار فيه شيء من العنال او الجلال في هذا الامر فممكن يأتي الموضوع بنتاج عكسية وبالتالي احنا بنقدم النصيحة ولو وحيحة وحيحة فربنا جايب هالو انه هو ياخد بها سواب وجايبه لها نوع عوض تمام حديث ده عايز اقول حديث مش ده منطق ممكن نتكلم بيه والمنطق الاعظم من ذلك ان احنا ممكن نشوف المجتمع ان ممكن نشوف ما ظاهرهم ان هما طيبات وصالحات لكن في الحقيقة عندهم من البلاء ما يكتب في دواوين احنا بنعيش في عصر التمثيل يعني في كثير من الناس بيحبكوا التمثيل يمثلوا على الانسان اللي قدامهم من هما ليس لهن نظر في العصة والطهار الشرط لكنهم على عكس ذلك ايوال انه دول ربنا سترهم في ناس ربنا رفع عنهم الستر فتقول ايه للحجة زينة وهني معك بقى المكالمة مولانا نعم نقول للحجة زينة ان كل شيء بقدر الله فان كان مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان سينكح هذه او ستزوج هذه الانسانة فلا محالة ذلك حاصل باذن الله لكن هي تقدم المصيحة قدر الامكان وتدعو لابنها بان ينور الله له بصيرته انا مشهولك ونورتنا وتسلم لنا يا شيخنا وعلى راسي لا تحياتي قل صحياتي دكتور محمد شفت بقى انا اتكلمت معاه مع شيخنا بمنطق الدين بس انا اتكلم معك بمجتمعيا لانه دي بقيت حضرتك حتتك ليه انا ممكن اتقبل المدمن التائب ممكن اهالي يوفقوا عليه بلا خلاص هو كان مدمن وتاب لكن ما تقبلش مدمنة مثلا تاب ليه احنا لسه لحد النهارده في المجتمع نظرتنا للبنت غير الراجل او انا دايما بشوف ان الست دايما هي اللي بتشيل السلبيات دايشي في المجتمع وبتطلع في الغسيل يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم عن الطلاق نتجينا على طول بنميل المطلق طب مهو الراجل طب مهو الراجل في مجتمعة زي ده هو ماشي هو ما يفعش يقوله ماشي على حل شعر فهمها يعني مثلا نجي نتكلم عن مشكلة الطلاق فنقول المطلق طب مهو برضو فيه راجل مطلق ولو نسبة المطلقات مثلا مليون ما وفيه مليون راجل الناحية التالية مع انية ضعيفة المفعول بيه اه اه فدايما احنا السلبيات بنعمل لها اسقاط على الستات شوي اه يعني زي ما قولك كده الحطة الميلة اللي بتشيل كل حاجة يعني هي الطلاق دي كلها حاجات بتيجي في مخيلة الناس بس تبقاش assume يعني كل حاجات ما بتبقاش كاملة ده شيء طبيعي حينا حديد في الدنيا فيش حاجة كاملة يعني عبد الرحمن احنا قلنا ان هو حد ملتزم حد متدين حد يعني عمره مع عمل علاقات أكبر كترة انا شايفي عايزك سفيها سواب اه مش قصة السواب برضه هو دلوقتي التزم عهب وعد اه والراجل كلمة وهو وكلم عقد حد ملتزم فهو دلوقتي عنده احساس بالزم ان هو بعد فترة الحب يعني يتكلم مع بعض او حب بعض هيخلي سمعتها تباوية ان هو يسيبها واضح جدا ان هي طبعا في الفترة دي كانت بتعتمد عليه كان هو بالنسبة لها سنة كانت بتتكلم معاه مش عايز يغزلها مش عايز يغزلها الراجل ده يعني ده محترم هو حد طبعا محترم احنا ما قلناش ان هو مش محترم بس مش متغفل يعني بالبلدي بس هو حبها في وجهة نظر تانية دي بتفرج عنها يقولك محترم هو حبها هو حبها عشان قلتلك هو محبش قبل كده مارضبطش قبل كده فلسه اول مرة يشوف مشاعر ويشوف احاسيس فهو حبها فحتى كمان والدته مستغربة يعني هو هيفضل يحبها مش هيفوه فجأة علم النفس بيقول ايه اقولك حاجة هو هيتجوزها اه ولانه خلاص هو التزم معها وهو مش هيعدل عن قراره ايوه غير لما هو يكتشف ايوه حاجات ممكن تثبت له ان اختياره كان غلط ايه بقى يا ممكن ترجع تاني ترجع تاني ايه لتصرفاتها اللي مكتش كويسة ما فيه حاجة انا عايز اقولك عليها اه الانسان بطبعه شكاك اه خليني برضو دي حاجات بتحصل بس فيه ناس بيبقى قلوبهم مطمئنة عندهم سكينة بتخرب بيوت بس الانسان دايما ايه يعني مثلا ممكن مثلا بعد ما يتجوزوا مثلا ممكن موقف صغير بسيط مثلا عادي ما عملتش حاجة بس ممكن مثلا اي حاجة حصلت عادي يعني ممكن يبدأ تتواخدوا الواحد اسمه محمد ومصر كلها مثلا ثلاثة اربعها اسمهم محمد ممكن مثلا يبدأ لا لسه بتفكري فيه اه يعني مثلا ممكن يبدأ مثلا ايه الشيطان يشتغل في دماغه يبدأ مثلا ايه رائبها يبدأ يشوف تصرفاتها لان احنا دلوقتي هما لسه بره على الباب احنا لسه بره دي قصة الحب دي بره لما بنيجي بقى نتجوز دي حاجة تاني خالص هممكن الحب ينقص بقى خالص اه اتنين عايشين مع بعض فمتابعين تصرفات بعض فبنشوف بعض فقدام بعض كتير ففيه احتكاق اكتر فممكن بقى يبدأ هو بعد كده يتحول الى شخصية ايه بقى قصة دي حصلت مع رجالة كتير فيبدأ بقى اللي هو دايما حتة الشك عنده ويبدأ بقى ايه يسترجع الحاجات اللي كان هو عارفة قبل كده ولا اللي هي حكت هالو بقى فيبدأ يلضم الاحداث ما هو عنده حكتين هو هي حكيه له وهو سامع من المنطقة ما هو متربى في المنطقة ما هو عنده حكتين هي حكت هو اي حد يخش في قصة عبد الرحمن هيعمل كده ده التحليل النفسي اه اي حد ده هعمل كده وهي مامة عبد الرحمن مش هتعرف تقني عبد الرحمن طبع انت كده برضو خلي بالك في رأينا حد تاني بيقولك انت كده هتخلي بنت تكمل في طريقها وعمرة ما هتتوب لازم حد يبقى شجاع انه يخليها تكف او تبطل انا مش بقول كده انا بقول انا قلتلك ان عبد الرحمن هيتجوزها لا انا بتكلم في المطلق ما هو هيتجوزها وممكن يشك فيها ويرجع يطلقها ويعمل لنا تاني ولو هي نسب عليا في الطلق وبعدين بص انا قولك حاجة عبد الرحمن ظهر في حياتها فرصة اتأكد من ان هي بطلت وتابت بقى عشان قلبي من التصرفات خلاص من التصرفات حد بقى فيه امان ما بتعملش حاجة غلط هي فعلا ممكن تكون بيلك بقت تصلي وبقت كويس ايوه هي شايفة عبد الرحمن دلوقت ان هو بالنسبة لها ايه العوض وشايفة ان هي ممكن تكون مش مسامحة نفسها على الاخطاء اللي عملتها في يوم من الايام وعشان كده هي متمسكة بقى عبد الرحمن ولما ام عبد الرحمن رحت تشتمهم في البيت وتهينهم وانتوا وانتوا هقتلكوا وعمل فيكم ده كان صح هما هي طبعا هي غلط طبعا لما راحت يعني مش احيانا بيجيب نتيجة فعلا لا ما بيجيب زي ما احنا بنعملك يعني فيه ناس كتير تعملوا في مجتمعنا هيجيب نتيجة بس ابنها متمسك طب ايه رأيك انها اقولك حل لو هما يعني اجلوا الجواز شوية وقعدوا يتعرفوا على بعض اكتر مش مامت عبد الرحمن ممكن تقول حل ممكن طب داي بيجيب نوم حيات كتير يعني فيه حاجة مامت عبد الرحمن دولاتي بتقولك ايه هو لو ارتبط بيها انا هتبرى منه فترة الخطوبة السليمة تبقى دايه سنة من 6 شهور لسنة يعني 6 شهور يعدوا يعني مقبول 6 شهور لسنة لا 6 شهور لسنة ونحط بعض يعني نفسينا في مواقف مه مهم 6 شهور في السنة نقعد نمثل على بعض وانا بقول كلام فهم لا الشخصيات الحقيقية تتعامل مع بعض طب ما هي جربته في اكبر موقف انه امها تبقى محتجاوي يبقى دكتور ويجري او صيداني لا هو كعاطفيا هو عبد الرحمن متعلق بيها عاطفيا عبد الرحمن هيتجوزها هيتجوزها طب مامتو تعمل ايه مامتو مع الوقت ديني روشيتة بقى نهتم مامتو مع الوقت هتستسلم لأمر الواقع هتحبها طيب وليه لا ممكن تحبها بس هي مامتو تفتح يعني عبد الرحمن هيفضل متمسك عسانا قلتلك عبد الرحمن عنده حاجتين دلوقتي حتة ان هو حبها وحتة الاحساس بالذنب ان هو يتخلى عنها فخارص عبد الرحمن فعبد الرحمن دلوقتي متمسك بيها بدليل ان هو لما حد يجي يكلمه يقولك انتو متتكلموش عن مرات اخوكم كده ضرب اخواته اه ضرب اخواته فقصة ان احنا نقف قدامه ونقعد نتخانق ونعمل صراعات ده هخلينا نمسك في بعض اكتر هو عبد الرحمن محتاج في الفترة دي لو انا عايز انصح انصح بهدوق ادينا النصيحة بس انصح باسلوب لبق اشد وانا يديه لا هو هيختار اللي هو عايزه الجواز عايز كم في المية عقل وكم في المية قلب الجواز 50-50 بس كده واللي هيخش بقلبه هيتعب بعقله يعني فهمه يعني لازم يكون فيه توازن 50-50 اللي بضيعنا ان احنا ايه بنحط القلب في الصدارة فالقلب ده بقى ايه بيخش بقى عايز انا عايز هو ده ما بنشوفش اي حاجة بيبقى فيه كمية اخطاء قد كده بس يقولك ايه عادي هيتغير مع الوقت الدنيا هتمشي ما مش عارف اصلا بس نبقى في بيت واحد بس اصلا الحب هيغير كل المستحيلات صح نخش بقى الناحية التانية العقل بقى يبدأ يشتغل فيبدأ يلوم الانسان طب انت وفقت على الغلط ده ما انت كنت شايف ما انت كنت شايف ان الشخص ده كان وكان وكان التوازن والاعتدال في العلاقات بنجح عدم التوازن ان انا ادي عاطفة قوي لا ادي عاطفة كده اقعد لالده حنان وشغال بالعاطفة اعتقد ان عبد الرحمن فهم نورتني يا لك ربنا خليك يرسي عمد الله على سلامتك ربنا يكليك ربنا يكليك استنونا بعد الفاصل لو هنتكلم عن مشاهد السينما المصرية في مشهد مايتنسيش لما عرفت الفنانة حنان ترك في فيلم تيتو ان حبيبها وخطبها اللي كانت خلاصها تتجوزوا عنده ماضي اجرامي فرد عليها عحمد السقق او تيتو في الفيلم قال لها انك كنت عيل من العيال المرمية في الشوارع ما بين الخربات والاشارات والارصفة ما لقاش حد يقوله الحلل من الحرام والصحة من الغلط عيل من اللي انت نفسك قلت عليهم ما لهمش زند وكلمك ده لي شجعني حسسني انك ممكن تقبليني ساعتها البطلة قالت لبطلة انا فعلا قلت انهم ما لهمش زند ولازم نساعدهم ونقاب جنبهم بس مش معنى كده اني اتجوز واحد منهم شفتوا انتهى مشروع الارتباط والجواز رغم انهما كانوا بيحبوا بعض ودي مشكلتك بقية ستة زينب انتي وابنك عبد الرحمن كل واحد منكم شايف الحكاية من وجهة نظر مختلفة ما نقدرش نحكم بشكل مطلق مين الصح مين الغلط اللي هيفكر بطريقتك هيقول ايوة طبعا عندك حق شاب متفوق متدين الدكتور سيد ضالي متعوب في تربيته تعمل عشانه تضحيات كبيرة زي دي في الاخر يتجوز بنت ليها سمع مش كويسة حتى لو كان ايه قبل ما تعرفه وساعاتها تابت ما بقيتش كده خلاص مش منقلة البنات يا اخي والله هيفكر بقى بطريقة ابنك هيقولك ربنا غفور رحيم وان التائب من الزم كمال لا زنبة له وان ربنا غفر زنباءات للمية لما شاف ان نيته صدقة ورغبته انه يتوب ده غير ان فيه بقى نظرة فلسفية اللي احنا هنتكلم في الموضوع بفلسفة شوية انه لو الشخص المزنب ده ملاقاش حد يكسر القواعد والاعراف والتقاليد ونظرة المجتمع يعني او نظرة الناس عشانه هيفضل زي ما هو غير قنفز نوبه وتصرفاته ما هي كده كده خربان طب وبعدين العمل بقى ممكن اقولك على حاجة من خبراتي المتوضع قوي ايس اقولك يا ست زينب ان في حاجات كل ما بنحاول نقومها ونغيرها كل ما بتنشف بتبقى اقوى زي اللي بيفضل كده ايه يزوق في الحيطة يزوق في الحيطة عايز يحركها من مكانها هيفضل يزوق يزوق الحيطة مش هتتحرك بس اتقته هتخلص بس لو حبينا بقى ان احنا ندوب صخرة قوية قوي وحطينا فوقها هنفيت ماء تنقط عليها كل يوم مع الوقت هتدوب وتتفتفت وده معناه ان العنف والشدة والتصرفات اللي بتطلع مننا وإحنا متضايقين عمرها ما هتبقى لصالحنا حتى لو كان من جوانا احنا واثقين اننا على حق بس بالحكس العند بيجي بنتيجة عكسية وبنكتشف في الآخر ان احنا خسرنا كل حاجة اتقهرنا اكتر ويقدر يدي النصيحة الصحة مليون في المية اللي يرضى عنها ربنا واللي تبقى فعلا بما يرضي الله غلما يكون في نفس المكان محدش مننا عارف هو ممكن يعمل ايه غلما يتحط في نفس الموقف اللي قدامه فيه مش هقولك كلام مثالي مش هقول كلام انا تحاسب عليه بس هقولك عارفة يعني هي ملهاش حل انه انا قدر اقولك يعمل كذا ويعمل كذا احنا فكرنا مع بعض ممكن يبقى ابنك على حق في حاجات ممكن تبقى انتي على حق في حاجات ممكن الايام تثبتلك ان هي ممكن تكون خير زوجة بس هقولك سي بي كل حاجة ربنا يرمي حمولك عليه سي بي هو اللي تصرف زي ما هو عايز يرمي حمولك عليه خلي عندك يقين بالله فيش اعظم من ارادة ربنا هو اللي شايف وعارف كل حاجة وعارف الحقيقة هو اللي عارف اذا كان الغلطان ده محتاج لدرس يفوقه وحد ينتشلهم اللي هو فيه ويخليه احسن او ابنك محتاج درس يعرف ان الكلام امه صح وعارف ان في الحالتين انت هتكون يا متضايق بس شخاطر ابنك هتضحي ممكن تكون ابنت دي يا حاجة زينب عملت حاجة حلوة قوي تستهل ابنك الجميل ده يعوضها يكون هو العوض والمكافأة من ربنا ادعي لهم بالخير ودعي ربنا يهدي ابنك للي فيه خير صلي استخارة والله يكون فاوانك و ما تزعلش مامتك يا عبد الرحمن مهما حصل الا الام سمعتي معانا كلم دكتور محمد الفقرة اللي فاتت وسمعتي كمان مدخلة الشيخ اللي كان معانا وكلام الدين وسمعتي مني كلمتين يا رب اكون جبرت خطرك يا حاجة زينب وتدعي لنا احنا محتاجين منك الدعا وربنا يوقف لك ولادي الحلال ويعملك اللي فيه الاصلح ليكي ولا عبد الرحمن ابنك وهطل من كل المشاهدين اللي في البيت يقولون لو كانوا مكانها يعملوا ايه او مروا بحاجة زي دي ولا لا طب المجتمع بجد هيقبل كده ولا لا ولا احنا منتكلم كلام مثالي ولما يجي عندنا نقول لا وهستنكوا في قصة جديدة بابطال تنين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة